يجب أن تلدي مؤرافية ممتدة حتى عام 2050 للاستبادة من تحارب قدرات الشباب في سن العمل فيها التنفذة الفترة وهم يتبعون كل قوة لتنفيذ مشروعات جادة وطموحة للاستبادة من تنفذة الفترة وفي هذا التطار بدأت الحكومة المسلمة في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030 يجب أن تدع جزب الاستثمارات تجيب أهل العمل في مناح آمن ومستخد ويجب أن تتكز على الضيان في الضيانة من الصح الانتصاب وتطوير مناف الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بها بعدها تفع حركة الاستثمارات في جزب رؤوس الأموات وخطر وجه تلك الأعمال ويجب أن تدع جزب قانون الهيئة للإستثمار الذي ستصبر بأحكي في التنمية قريبا كما تم إجراءة بعض التعديلات التشريعية مثل تنظيم إجراءات الفعل على عقود الجوة وقانون حماية المنافسة ومنع المبارسات الاحتكالية وقانون الشركة وقانون مناطق الابصدية ذات الطبيعة الخاصة كما أطلقت الحكومة المصرية على العديد من المشروعات التنمية للطبيعة وقانون فضيحها مشروع قناة السميس الجديدة الذي يعادل مثلا خفزة اقتصادية وتجارية على الصعادة من ألواقك والدماء كذلك مشروعات تنمية منطقة المخلص الزهر الزهر بالاحتياطيات المعدلية وتنمية ساحل الشبان الغرب وزيرة والصحران ومشروع شرق العويدات فضلا عن إحداد مشروعات أخرى من المنطقة وممتظر الإنهاب منها خلال انطقة المؤمنة فأني أعلم عن استضافة مصر من اقتماع الفاضي ومنتالة الاتصاد العالمي حوض الشرق الأوسط وشبال الفتية في مايو 2006 أكد المتحدث باسم الخريبية الألمانية مارتين شيفر أن مصر شريك كثير ومهم لألمانيا في المنطقة العربية ودورة السياسية المعال والمؤثر في حد الأزمات وصراعات في المنطقة أمر لا غنى عنها وأثناء على العربات المصرية الألمانية المتميزة وعطف شفر في بردين بمناسبة الزيارة المرتفعة للرئيس السيسي إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية أنجلا بيركلا وإلى الجهر القادم أن كثيرا من الألماني يدافعون التطورات الديمقراطية في مصر من عام 2011 موضحا أن ألمانيا تعاول على مصر في المشاركة السياسية وزيادة القانون واحترام الحقوق المتحدث